البرتغاليون يقاطعون بطاقات الاعتمال لتزديد مشترياتهم بعد رفع النسبة المئوية التي تحصل عليها البنوك في حال الدفع بالبطاقة بحوالي 2% الحكومة البرتغالية كانت قد رفعت مؤخرا ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 23% ضمن تدابير التقشفية الجديدة يقول هذا الرجل نحن نقوم بهذا ليس ضد الاستهلاك بل يجب على كل الشركات التموين وغيرها من القطاعات بالمقاطعة لأن الضرائب مرتفعة جدا ويقول مواطن آخر لن أدفع أبدا بالبطاقة سأدفع دائما نقدا أما هذه السيدة تقول سأذهب لسحب مبلغ من المال وأضعه في حقيبتي ولن أدفع بالبطاقة يشعر إلى أن البطاقات الايتمانية للبنوك هي أحد الوسائل للضغط على حكومة رئيس الوزراء بيدرو باسوسكويلو للتراجع عن فرض ضرائب جديدة ومن المقرار الخروج بمظاهرات حاشدة في كل المدن البرتغالية احتجاجا على التدابير التقشفية